بسم الله الرحمن الرحيم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية الكريمة رد على أهل الكتاب حيث كانوا يزعمون أن التوجه إلى قبلتهم هو البر دون التوجه إلى قبلة المسلمين لكن الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية أن البر الحقيقي هو في العقيدة السليمة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة وهذه الأعمال يمكن تحقيقها في الخارج فليست أمورا مثالية غير قابلة للتطبيق فالمؤمن المستجمع للصفات المذكورة هو الذي يقوم بهذه الأعمال فالآية تبين ما يتقوم به البر الحقيقي وهو ثلاثة أمور رئيسية في العقيدة وفي الأعمال وفي الأخلاق ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فيا أيها المجادلون حول تحويل القبلة الصارفون أوقاتكم في هذه البحوث العقيمة ليس البر أن تولوا وجوهكم وتتوجهوا طرف المشرق والمغرب بأن تتبعوا قبلة اليهود والنصارى فلا خير في ذلك هذا أمر فرعي مرتبط بتكليف الله سبحانه وتعالى للناس وقد كلفهم أن يصرفوا وجوههم إلى الكعبة ولكن البر في أمور ثلاثة البر يعني التوسع في عمل الخير ويمكن في هذه الآية أن نقدر ذو أو العمل أو الفعل يعني ذو البر من آمن بالله أو ولكن البر عملوا من آمن بالله هذه الأمور الثلاثة أولا في العقيدة وهي هذه الخمسة وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين من آمن بالله المبدأ الخالق المفيض لكل الخيرات فهذا هو الأصل الذي يتفرع عليه كل حكم وآمن باليوم الآخر المعاد للجزاء فلولا الحساب والكتاب والجزاء في الآخرة لم يمكن الأمر باتباع الرسل ولم يكن هناك داعا للإيمان والالتزام بالقوانين والمقررات وآمن بالملائكة وهم وسائط الوحي والتدبير ومنهم من يدبر أمر العالم بإذن الله تبارك وتعالى وآمن بالكتاب المنزل من عند الله على أنبيائه لأنه الدستور الإلهي ويوجب قيام الناس بالحق والقسط وآمن بالنبيين كلهم لأنهم الواسطة بين الله وبين الناس الذين يبلغون ما أنزله الله ويبينونه للناس بدءا من النبي آدم وانتهاء برسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الأول أما ثانيا البر في الأعمال وهي مجموعة من الأمور تذكر في هذه الآية وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة هذا المقطع من الآية يبين المقوم الثاني للبر وهو الأعمال الصالحة وقد ذكر أهمها وهي العبادة والإنفاق لأن العمل الصالح إما أن يكون بين العبد وربه وهو العبادة وإما أن يكون بين الناس وهو الإنفاق وآت المال يعني أعطاه وأنفقه على حبه يعني على حب الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته وهناك تفسير آخر وهو على حبه يعني مع أنه يحب المال يعطيه وينفقه في سبيل الله وآت المال ذو القربى أي أقرباءه وأرحمه وفي الحديث عن الإمام الباقر والصادق عليهم السلام ذو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وعاله واليتامى الأطفال الصغار الذين مات أبوهم والمساكين الفقراء الذين لا يجدون النفق لأنفسهم وأهليهم وابن السبيل وهو الذي نفدت نفقته وانقطع في سفره فلا مال له يوصله إلى أهله ومقصده والسائلين يعني الطالبين للمال إما للفاقر أو لأجل عمل الخير يطلب من التاجر المال لينفقه في سبيل الله وفي الرقاب يعني وآت المال في فك الرقاب فيعطي المال ويشتري العبيد ويعتقهم حتى يتحرروا عن ربق العبودية وأقام الصلاة أي أداها على حدودها أو شيدها بأن صلى وأمر غيره بها وآت الزكاة الواجبة والمستحبة هذه المجموعة الثانية المجموعة الثالثة في الأخلاقيات هذا المقطع من الآية يبين المقومة الثالثة للبر وهو الأخلاق الفاضلة ولا يمكن التحلي بالأخلاق الفاضلة إلا بملازمة أمرين هما أصل لجميع الفضائل الأول حسن التعامل مع الناس ومن أظهر مصاديقه الوفاء بالعهود المبرمة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الذين يفون بعهدهم سواء كانت عهدا مع الله تبارك وتعالى كالنذر والبيعة أو كانت مع الناس كالعقود والمعاملات والمواعيد الثاني الصابر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس نصبت هذه الكلمة الصابرين على المدح يعني أمدح الصابرين هذه من عادة العرب أن يتفنن بقطع الكلام رفعا ونصبا إذا طالت الصفات حتى يقلل الكلل وينشط الذهن بالتلون في الكلام والمقصود أعني الصابرين أو أمدح الصابرين حيث يصبرون في المواطن كلها ومن أهم تلك المواطن في البأساء البؤس شدة الفاقر والضراء الأضرار التي تصيبهم كالمرض الموجع والموت وما أشبه ذلك وحين البأس يعني الحرب يعني الصابرين حين القتال فإذا صبر الإنسان في هذه المواطن فيكون في غيرها أصبار أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الموصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا في نياتهم وأعمالهم فاتبعوا الحق وطلبوا البر وأولئك هم المتقون الذين يخافون من الله تبارك وتعالى ويتقون النار بفعل البر وأجل مصاديق من اجتمعت فيه هذه الصفات هم الأنبياء والأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ثم أتباعهم وروي أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام لأن هذه الصفات لا توجد إلا فيه وفي ذريته الطيبين وفي هذه الآية الكريمة إلماع إلى حال كثير من الناس حيث يتركون الأمور المهمة ويناقشون في أمور غير مهمة عنادا وعصبية فاللازم الاهتمام بالأمور الهامة وترك المجادلة مع المعاندين في الأمور الفرعية فأنه لو ثبت الأصل لثبت الفرع تبعا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة